لم يكن ختام العام 2017 مختلفا عن بقية الاشهر في مدينة تعز فحسب تقرير اصدره اتلاف لغاثة عن الاوضاع الانسانية التي شهدتها المدينة خلال ديسمبر الماضي فان 115 اسرة فقدت عائلها بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وان نحو 121 شخصا توقفوا عن العمل جراء الاصابات التي تعرضوا لها التقرير سجل مقتل ثمانية اطفال وثلاث نساء بالاضافة الى اصابة سبعة اطفال واربع نساء بعضهم اصابته خطيرة جراء القصف العشوائي للميليشيا الذي يستهدف المدينة بصورة شبه يومية التقرير اشار الى ان 462 طفلا فقدوا اباءهم الامر الذي انعكس على حاجتهم الماسة للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة النازحون ايضا كان لهم نصيب كبير من المعاناة حيث نزحت قرابة 1895 اسرة من منازلها في ست مديريات بالمحافظة فيما تضررت نحو مئة منشأة ومنزل وممتلكات خاصة اذا لم يختلف شهر ديسمبر عن الاشهر السابقة على مدينة تعز التي ظلت لعامها الثالث قريبة من فوهة مدافع ميليشيا الحوثي بعيدة عن مجهر الحكومة والتحالف